الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وليه الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عبده محمد عبد الرسول الله صليه وسلم وبارك عليه وبعد وإلى الحب الكرام مستعين بالله جل في علا نواصل حديثنا في هذه السنة المتعة عن العلاقة الطيبة والمحبة والمودة التي سادة بين الصحابة الكرام وبين آل البيت عليهم السلام نتكلم اليوم عن النقطة خاصة جدا وهي دور سيدنا أبي بكر في تزويج سيدنا علي من فاطمة أيوة سيدنا علي تزوج سيدنا فاطمة هذا معلوم لكن الغير معلوم أن سيدنا أبو بكر كان له دور عظيم وخطير في تزويج سيدنا علي من فاطمة هو اللي شجعه من روح يخطبها وقال لو محتاج مساعدا ساعده وهو اللي راح يشترك جهاز ليهم يعني ما يلزم للبيت وكذا وهو الذي كان شاهن على العقد وكان له دور عظيم في ذلك طيب أنا برضو كما تعلمون أنا بأذكر كل هذه الوايات من كتب الشيعة من كتب الشيعة طيب يعني أحد أعظم الشيعة بيسمى بشيخ الطائفة اللي هو إيه أبو غعفر الطوصي أبو غعفر الطوصي يقول يعني شيخ الطائفة بيقول عن الضحاك بن مزاحم أنه قال سمعت علي بن أبي طالب يقول أتاني أبو بكر وعمر مين أبو بكر وعمر فقال لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت رواب فاطمة لو تروحك لسيد النبس أسلام وتخطب فاطمة فذكرت رواب فاطمة يعني أنك تريد أن تخطبها يعني تريد خطبتها يقول فأتيت يعني سمع بنصيحة وذهب إلى سيد النبس أسلام يقول فأتيت فلما رآني صلى الله عليه وسلم ضحك وقال ما جاء بك يا علي وما حاجتك إن لجاء بك وعايز ايه ما جاء بك يا علي وما حاجتك قال فذكرت له قرابتي وقدمي في الإسلام ونصرتي له وجهادي فقال يا علي صدقت فأنت أفضل مما تذكر أنت أفضل من كده كمان فقلت يا رسول الله فاطمة تزوجنيها فاطمة تزوجنيها هذه حاجتي لك تزوجني فاطمة بس بيذكر إيه يعني بعد ما سيدنا أبو بكر سيدنا أمر شجعوه وبيذكر إيه وأهلاته يقول قدم في الإسلام نصرتي جهادي وكذا وكذا كلام ذا يذكر إيه شيخ الطائفة اللي هو إيه التوصي في كتاب الأمالي المجلد الأول صفحة 38 المجلسي بقى يذكر هذه اللقاء بس بنعمل التفصيل كده وصيغة أدبية بيزيدها بيانا ووضوحا فيقول في يوم من الأيام هكذا في يوم من الأيام في يوم من الأيام كان أبو بكر وعمر وسعد بن معاز جلوسا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتذكروا ما بينهم بزواج فاطمة عليها السلام فقال أبو بكر أشراف قريش طلبوا زواجها من الله وسلم ولكن الرسول يقول لهم إن الأمر بيد الله إن الأمر في ذلك إذ الله ويقول بقى أبو بكر وعمر يقول يهيه ونظنها أنها إيه لعلي بن أبي طالب وأما علي بن أبي طالب فلم يتقدم يطلبه ما راحش سيدنا النبي قال له أنا عزيزي قال له أنه هو إيه يقول لأجل فقره لأجل إيه فقره وعدم ماله ثم قال أبو بكر لعمر وسعد سيدنا أبو بكر يقول له سيدنا عمر وسيدنا سعد بن معاز منهم إيه هيا بنا إلى علي بن أبي طالب لنشجعه ونكلفه بأن يطلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم نشجعه نقول له إيه روح لسيدنا النبي واطلب إيه فاطمة خلاص وإن مانعه الفقر يساعده في ذلك لو كان الفقر هو المانع ويحتاج مساعدة إحنا إيه نساعده مين بقى أبو بكر وعمر وسعد يبقى دي العلاقة الطيبة ما بين إيه الصحابة وقالي البيت يقول فأجاب سعد يعني رد على أبو بكر وقالي إيه ما أحسن ما فكرت به فذهبوا إلى بيت أمير المؤمنين عليه السلام فلما وصلوا إليه سألهم ما الذي أتى بكم في هذا الوقت قال أبو بكر يا أبو الحسن ليس هناك خصلة خير إلا وأنت سابق عليه أنت موهلتك عظيمة جدا ما فيش يعني خصلة من الخير أنت إيه سابق بها فما الذي يمنعك أن تطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم ابنة فاطمة يقول فلما سمى علي هذا الكلام من أبي بكر نزلت الدموع من عينيه وسكبت وقال قشرت جروحي ونبشت وهيكت الأمان والأحلام التي كتمتها منذ أمد فمن الذي لا يرد الزواج منها ولكن يمنعني من ذلك فقري وأستحي منه صلى الله عليه وسلم بأن أقول له وأنا في هذا الحال طبعا رواية طويلة كده أتبعها لأعزوك ليه ذكرها المجلسي في جلاء العيون يقول ثم أكثر من ذلك أن أبو بكر هو الذي حرض علينا عزوك كما قلنا وهو الذي سعد مساعدة فعلية سعد مساعدة فعلية لذلك هو الذي هيئ له أزباب الزواج وهو الذي أعدها بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يروض طوصي في الجعباء الطوصي تاني يقول إن علي باع درعه وأتى بثمنه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قبضه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدراهم بكلتا يديه يعني تملك كده كفين فأعطاها أبا بكر يبقى المهر بقى سيد النبي خد المهر من علي ادى من لسيدنا أبو بكر وقال ابتع لفاطمة ما يصلحها من ثياب وأساس وأرضفه وأرضفه بعمار بن ياسم وبعدد من ايه من أصحاب يعني يبقى بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خد المهر من علي ادى لأبو بكر قال له أبو بكر روح السوق اشتري لفاطمة ما يلزمها للزواج من ثياب وأساس البيت قال لي بقى عمار بن ياسم وعدد من الصحابة روحوا معهم فحضروا السوق فكانوا يعرضون الشيء مما يصلح فلا يشترونه حتى يعرضوه على أبي بكر يبقى بكر بقى لسنه جالس في مكان ما هم يشتروا الحاجة يشتروا ليه رأيك أبو بكر الحاجة دي عجبانة كويسة إن قال كويسة خلاص يشتروها لا مش كويسة هاتوا أحسن منها يجبوا إيه أحسن منها اشتروه اشتروه حتى إذا استكمل الشراء قد بلك حمل أبو بكر بعض المتاع أبو بكر شايد المتاع دقيق على كتفه وحمل أصحاب النبس عليه وسلم الذين كانوا معه الباقر كلام ده بقول موجود فين في الأمالي في جلاء العيون يبقى في الأمالي وفي جلاء العيون بل إن الصديقة ورفاقه كانوا شهودا على زواجه بنص النبس عليه وسلم وبطلب منه يكشف النقاب عن الشهود الأربلي في كتابه كشف الغمة حيث يروي يقول عن أنس أنه قال سيدنا أنس يقول كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فغشيه الوحي فلما أفاق قال لي يا أنس أتدري ما جاءني به جبرائيل من عند صاحب العرش يبقى سيدنا أنس بقول أنك التعاد مع سيدنا النبي تغشاه الوحي لما أفاق قال يا أنس أتدري ما جاءني به جبرائيل من عند صاحب العرش سبحانه وتعالى قال قلت الله ورسوله أعلم قال أمرني أن أزوج فاطمة من علي الله أكبر يبقى نفس المشهورة التي اقترح سيدنا علي وسيدنا عفوا أبو بكر وسيدنا عمر هي الذي نزل به وحي السماء قال إن رأس جل أمرني أن أزوج فاطمة من علي فانطلق يا أنس فادعوا لي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أبو بكر وأمر وأثمان وعلي وطلحة والزبير وبعددهم من الأنصار قال فانطلقت فدعوتهم دعوتهم لسنة فاطمة من علي إني أشهدكم يبقى إيه أبو بكر شاهد عمر شاهد عثمان شاهد شهود على زواج إيه على زواج علي من فاطمة يقول إني أشهدكم أني زوجت فاطمة من علي على أربعة مئة أو على أربعمائة مسقال فضة أربعمائة من ربعمائة مسقال من الفضة كلامنا موجود في بحر الأنوار وفي كشف الغمة طبعا كما نعلم إنه لما بعد كده بقى تزواجهم وأنجبهم وبقى عندهم الحسن والحسين وكذا ولما ولد لهم الحسن كان أقر الصديق يحمله على عطيقه ويدائبه ويناعبه ويقول بأبي شبيههم بالنبي غير شبيههم بعلي إيما العلاقة الطيبة العلاقة الأسرية بين سيدنا أبي بكر سيدنا علي سيدنا أبكر سيدنا عمر هم الذين كما وضحنا هم الذين أشار على علي بزواج فاطمة وهم الذين ذهبوا إليه إلى البيت وشجعوه وقاله هو أكيد بيمنعه الفقر وقلت ذات اليد فإحنا نشجعه على ذلك ونحتاج المساعدة أن يساعده وبعد كده أبو بكر هو اللي راح اشترى المتاع من السوق وحمله على كتفه مع بقي الصحابة الكرام وبعد كده لما نزل الأمر من العصة جل كما تقول للرواية الشيائية بأن علي السواج فاطمة النبس أسلم طلب أبو بكر يكون شاهد وعمر يكون شاهد وعصمان يكون شاهد طلب أبو بكر وعصمان وعلي وطلح وكده أن يكون شهود على العقد فكانوا شهود على هذا العقد وعلى هذا الزواج الطيب المبارك لأنهم كأنهم أسرة واحدة إنهم إخوة متحابين إنهم يعني إلههم واحد ونبيهم واحد تربوا في مدرسة واحدة مدرسة النبس أسلم المعلم واحد وهو النبس أسلم والمنهج واحد منهج السماء وحي السماء فبالتالي يعني هذه الأحداث هذه تبيل لنا مدى المحبة ومدى المودة بين الصحابة بصفة عامة وبين آل البيت وبين علي وبين علي وأبي بكر بين علي وعمر بين علي وعثمان ده في كمان رواية عن سيدنا عمر يعني سيدنا عفوا وعثمان إنه هو هو الذي اشترى بقى الدرع لما سيدنا يعني عالي راح يبيع الدرع في السوق من الذي اشترى الدرع منه اشترى سيدنا عثمان كأنه عثمان هو اللي اشترى بهذا المبلغ ثم قال له يا علي ألست أنت أحق بالمال بهذا المال مني قال بلى ألست أنا أحق بهذا الدرع قال نعم قال بلى قال فالدرع هدية لك الدرع هدية أعايز يساعده في زواجه خلي الدرع عندك والفلس هدية كأن المهر ده حسب هذه الرواية من كتب الشيعة كأن هذا المهر كان هي هدية من سيدنا عثمان من سيدنا علي وسيدنا علي ذهب إلى الحبيب النبس ومعه المال ومعه ومعه الدرع وحكى النبس من مدرسة الحبيب النبس وهم كما صلوهم الله عز وجل رحمة بينهم رضي الله عنهم أجمعين وكمعان أبيهم في الفردوس العالمين جنة اللهم أمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته